نهاردة الاجتماع كان أو كارات دي طلعت بأغلبية الموجودين 3-4 كانوا مزمزقين شوية بس ارتضوا برأي الأغلبية إلا نادي واحد هو نادي أمبي ورئيسه انسحن من الاجتماع أستاذ أيمن الشريعي وتمام هو حر يعني اللي مش عايز يمشي معانا في المركب ونكمل مع بعض هو حر براحته كده كده كارات دي هتمشي على الكل ده واحد اتنين أسئلة بقى تعالي تعالي مش مختلفة لنا هنتكلم مع وقت تعالي أسئلة وأسئلة مهمة وإجابات عليها عشان حضرتك برضو هتقعد محتار شوية النهاردة اتقال في القرارات انه فيه فريقين هايهبطوا من الموسم اللي هو الموسم الجديد اللي هو اللي هيبدأ ده بالشكل الاستثنائي احنا متعودين فيه تلاتة هيهبطوا وتلاتة هيصعدوا هل ده معنى انه فرقتين هيهبطوا ان فرقتين بس هيصعدوا لا الإجابة لا فرقتين هيهبطوا وتلاتة هيصعدوا فرقتين هيهبطوا وتلاتة هيصعدوا يعني الموسم ما بعد القادم اللي هو الجديد اللي هيبدأ ده ما بعده هيبقى 19 فريق مش 18 فريق طيب اول حقيقا كده احنا هنلعب دوري استثنائي على موسمين مش موسم واحد يعني مش الموسم اللي هيبدأ ده بس هو دوري استثنائي النظام ده هيطبق على موسمين موسم 2024 2025 موسم 2025 2026 وبداية من 26 27 بعد كاس العالم نلعب بقى بالشكل الطبيعي 18 فريق مع بعض دور اول ودور تاني 18 فريق اللي هيلعبه هتقول لي طيب ماشي واحدة واحدة كريم عشان ما منتلغبطش معاك فرقتين هبطوا ساعة الثلاثة بقى دوري الموسم اللي بعد القادم 19 فريق اللي بعده التالت ده بقى هيرجعوا ازاي 18 هيهبط اربع فرق اربع فرق من الموسم التاني اربع فرق ويساعة الثلاثة نرجع تاني 18 في الموسم الثالث ده الاتفاق اللي حصل النهاردة اللي الكل ارتضى بيه اللي كله وقع عليه تمام يحكي